اشتركوا في القناة تد أبو وزارة الإسكان جاهدة وضمن آلية عمل ناشطة على استكمال توزيع ألفي وحدة سكنية على المستحقين لها وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما هو بشيء غريب على السلطة التنفيذية وعلى قيادة مملكة البحرين في تقديم كل ما بإمكان أنه يرتقي بمعيشة المواطن البحريني تحديد الوحدات السكنية لمواطني مملكة البحرين من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة ونعتبر اليوم في هذا اليوم تتشين أيضا مدينة شرك سترا وهي خامس المدن الجديدة في مملكة البحرين اليوم أصبحت وزارة الأسكان تطلق المشروع تلو المشروع على مستويات نموذجية يحتدى بها وهذا الإنجاز وهذه التطور الذي نحصده من مشروع تلو المشروع إنجاز محل تقدير وجهود محل تقدير وهذا هو شعار مملكتنا الغالية إلى الأمام في التطور وازدهار إن شاء الله ونحن اليوم متواجدين في بزارة الأسكان لنشوف ونشاهد بعيننا عملية توزيع شاهدات الاستحقاق لأخواننا البحرينيين اللي استحقوا الحصول على وحداتهم السكنية جدول توزيع الوحدات الإسكانية على المنتفعين في مشاريع المدن الإسكانية في كل من مدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترا سيمتد حتى نهاية الشهر الحالي واليوم كان قد شهد مباشرة الإجراءات الخاصة بمنح شهادات الاستحقاق للمستفيدين من مشروع مدينتي خليفة وشرق سترا لحفظ حقهم في منزل يرتقي لطموحهم والحصول على مسكن عصري يضم جميع الخدمات الضرورية طبعا هذه الفرحة لا توصف بعد انتظار إن شاء الله يعني مددة ولكن يعني هذا الخبر اللي جاننا أمس أثلت صدورنا الحمد لله رب العالمين حبيت أشكر الوزارة الإسكان على وفاءها بالوعد والله صراحة سعيد جدا جدا فالحمد الله على كل حال وأشكر جلالة الملك على المكرمة هذه وولي العهد نشكر الحكومة ووزارة الإسكان والشيخ سلمان على كرامهم أن أعطونا بيت إسكان وشعور سعيد يعني الواحد يحصل بيت إسكان يعني عقب انتظار وفي إطار الخطط والاستراتيجيات الموضوعة تسعى وزارة الإسكان إلى تسريع نسب الإنجاز في جميع مراحل العمل القائمة في مشروعي مدينة شرق سترة ومدينة خليفة أسوة بباقي مشاريع مدن البحرين الجديدة بهدف صرعات تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين ممن تسلموا شهادات الاستحقاق لها وزارة الإسكان تنضي بعزم لا يلين نحو تلبية العدد الأكبر من الطلبات الإسكانية ضمن القوائم الموضوعة فهي من تتبع أفضل المبادرات الداعمة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز حجم الإنجاز في المشاريع الإسكانية بما يكفل سبل الاستقرار المعيشي للمواطنين من جهة وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه الملف الإسكاني من جهة أخرى لتلفزيون البحرين محمد رشيدات